اشتركوا في القناة محمد المعيني يحدثنا عن هاشتاغ اماراتنا لمناخ أفضل الذي انطلق تزاملا مع قمة المناخ في مراكش ياهلا ومرحبا محمد وشكرا وجودك معنا عن أنت سويت من أسراتنا خلاص فرسال الامارات محمد ربي حافظك يا رب برنامجكم جميل وتوفيق إن شاء الله ودائما إلى الأمام الله أمام بعد هذا ترى على طول هذه دعاية من خلال برنامج تستاهدون محمد طبعا المناخ أصبح هاجس كل شخص والدول الآن تعملها حساب لأن أي تغيير بسيط في المناخ يؤثر على العالم بشكل غير طبيعي وبالتالي لابد أن يكون فيه احتياطات ودراسات تكون معمقة وأكبر لماذا هذا الهاشتاغ لخرط المجتمع في الأمر أو شو الهدف منه لا أتكلم عن الهاشتاغ بس نتكلم عن جهود دولة المرات في المجال هذا نحن نتكلم اليوم على جهود دولية وثاني شيء حتى الأمور اللي وصلنا لها أمور تلحسب على مستوى اليوان للمن المتحدة أنا من نص ساعة راجعت الهاشتاغ خلال ثلاثة أيام الهاشتاغ كان من الترند بس من نص ساعة أعلنوا أن دولة المرات هي الدولة الأولى كعضوية في الاقتصاد الأخضر جيمي الاقتصاد الأخضر هذا بعد مفهوم يديد بس نحن اليوم بعد إذا خذنا الاقتصاد الأخضر فوق اللي هو تغير المناخي زايد اللي هو الاحتباس الحراري على مستوى العالم بنلاحظ أن الجهود اللي يت يت بناء على دراسات قديمة مش شغلة يديدة خذوها في البال ظاهرة الاحتباس الحراري بدت من حوالي من عشرين سنة صار فيه جهود حثيثة من دولة المرات في الموضوع هذا نطلع عليه كثير من مبادرات منها مدينة مصدر للطاقة النظيفة فوق هذا جهود الحكومة من ناحية اللي هي دمج وزارة البيئة مع مسمى تغيير المناخي صحيح ندمجه مع بات فهذا كله أدى إلى سمعة و ترند أو هالة أعلامية وزخم كبير يوضح حجم جهود دولة المرات في المجال هذا جميل محويد أسألنا على مشاركات الشبابية طبعا في قمة المناخ في مراكش حدثنا أكثر طاقات الشبابية التي كانت موجودة وأحاديثها ومحاورها مليكات لو أكلمت بس عن الموضوع هذا لأن الموضوع حدثه لأن الموضوع حدثه هذا متشبه ليش لأنه ليس أول مشاركة هذه صحيح كان في قمة المناخ في باريس وثاني شيء الشباب من وي أف إل اللي هم تابعين لمصدر يطلعون حوالي كل سنتين ثلاثة على نفس المواضيع هذه ويتكلمون في عديد من دوات في إيطاليا من فترة وفي فرنسا غير الجهود اللي موجودة اليوم تحت إشراف معالي وزير التغير المناخي معالي ثاني زيودي وضح اللي هو دور الإمارات وكيف الإمارات شغالة في الأمور هذه وسوالهم حلقات شبابية جميل بناء على الجهود هذه وطلعوا حتى في كثير من الأمور اللي أبرزت للمجتمع دولي كيف نحن نتصرف المجال التغير المناخي تصرفنا هل هذا هو رسالة وصلة العالم بأننا لابد أن نحن يأخذون نفس الاحتياطات أنا الأشياء اللي شفتها مثلا القمة هذه اللي صارت في مراكش طبعا ملك المغرب عندك رئيس وزراء فرنسا عندك أمير الكويت الله يحفظ أمير قطار التجمع اللي موجود تجمع زخم وكبير جدا عدد الدول وعدد المشاركات وكيف الاهتمام هذا يوضح أن هناك قرارات بتصدر من المؤتمر هذا هناك دراسات هناك تغير بيصير على مستوى العالم في الأمور هذه خذوا نفس نتائج اللي هي قمة فاريس بنوا عليها ويبدون الحين في عملية طرح الأفكار اللي ديدة منها من نص ساعة تكلم عن الاقتصاد الأخضر نعم مفهوم يديد كيف أننا ننتقل من الاقتصاد الأخضر إلى الاقتصاد المستدام نعم أو أنا أبادمج الكلمة بالإنجليز والعربي شوي نعم موضوع الاقتصاد الأخضر إلى مفهوم الاقتصاد الأخضر نحن في الدولة أنهم يتبنون الاقتصاد الأخضر جميل محمد من خلال متابعتك أكيد يمكن سمعت إذا في مخاطر موجودة في المناخ أو حاليا موجودة أو رح تتطور فهل عندك فكرة عن الموضوع هذا أنا أتذكر قصة الماء نحن عندنا شح في الموارد المائية صحي جهود اللي البذلت خلال فترات الماضية من المحافظة على المياه الجوفية نحن في دولة المرات القوانين عملية اللي هي تقنين الاستهلاك أو ترشيد الاستهلاك في الماء نفس الوقت عندك تنظيم قطاع الكهرباء والماء عندنا نحن في الدولة وضع معايير للاستدامة من ناحية اللي هي البنية التحتية وكيف المحافظة على الموارد كانت هناك توعية منهم جميعاً يعني في هذا الموضوع مش بستوعية أنا اللي شفت بعد أكثر من التوعية اللي هي موضوع تحديد القوانين الصارمة في المجال هذا خاصة من شهر من شهر أصدره قوانين تابع المياه الجوفية كيف الاستفادة من المياه الجوفية هذا يبين الموضوع ليس بهين وأيضاً الأسماء التي ذكرتها من الحضور في هذه القمة وأعتبرها من القمم طبعاً وأيضاً ممثلاً من دولة الإمارات سيدي سمو الشيخ منصور بن زاية طبعاً نائب رئيس مجلس الوزراء يعني الأمر جداً هام وبالتالي نحن نتوقع من مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات أن يكون هناك معايير معايير ستوزع على كافة الدوائر من ناحية البناء التحتية من ناحية البناء والمعمار ومن ناحية أيضاً الزراعة ومن ناحية مناحية كثيرة جداً وحتى سينعكس على الصناعات وعلى صناعة السيارات حتى نستطيع أن نوفر للقادم معيشة بسلام صحيح؟ صحيح الدول الرياضي أصلاً دولة المرات كان واضح في المؤتمر يعني خاصة تطور الأحداث التي صارت لم أعلنوا عن الاقتصاد الأخضاء من ناحية والإمارات قطعت أشواط والحمد لله نحن ذهبنا بخبرة جميلة جداً لهذا المؤتمر نذهب إلى الهاشتاغ ونشوف شوال التعليقات الموجودة عليه أنت تابعت من ناحية نحن بتعبوا إياك الحمد ونحن نشوفها طبعاً في البداية دكتور ثاني زيودي يتحدث عن تحقيق إمكانات الطاقة المتجددة في أفريقيا وعندما يذهب الأمر إلى أفريقيا فنحن الحمد لله أن نكون قد وصلنا إلى أشياء جميلة وجديدة أيضاً سعد الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة وأيضاً من هاشتاغ فرسان الإمارات يستعرض جهود الإمارات في استخدام الطاقة المتجددة والحلقة الشبابية مثل ما أذكر أيضاً الأستاذ محمد العمعيني أن أهمية الاستدامة دور الشباب في البحث وإيجاد الحلول المناسبة من أجل بيئة نظيفة إذن الشباب هم ساعد مهم جداً ولا بد أن يكون متواجدين في كل المحافل وأيضاً اعتقاد في فرسان الإمارات يقولون بعد قليل الحلقة الشبابية في مدينة مراكش بعنوان حلل تغييرات المناخية بالتعاون مع وزارة التغيير المناخي والبيئة يعني اليوم محور حديثكم عن نفس الموضوع ورح يكون إن شاء الله طبعاً وهنا في أصورة مثل ما نشوف أيضاً هنا حفل من الحضور الكريم وصورة جمعية تجمع القادة المشاركين يعني أمير دولة قطر وأيضاً من المملكة العربية السعودية الشقيقة وأيضاً أمير الكويت يحفظهم ربي جميع إن شاء الله عندما نرى هذه الوجودة الطيبة في مثل هذه المحافل الكبيرة فإذن الأمر فعلاً يحتاج من الجميع أن يتهافت ويتعاظب حتى يصلوا بنا لما يبتغي قادتنا محمد طبعاً الكثير من الأمور التي نحن شفناها في التغيير المناخي فهناك أخطار فعلياً مما حدث هل في هذه الفترة الذي بدأ الوعي عن هذا الأمر استطعنا أن نحد ولو بشكل بسيط مما هو قادم؟ أنا ما يمكن أن أتكلم عن جهود دولة المارات أكيد طبعاً عندنا نحن في الإمارات وبالتالي ينعكس الأمر على الخارج نعم جهود دولة المارات واضحة فيه عندنا نحن إذا بدأنا بدأنا من قصة مصدر مدينة مصدر هي بداية حتى تغير الفكر من ناحية اللي هي السدامة البيئية بني عندك جهود وزارة البيئة وعندك جهود الشركات النفطية في مجال التغير البيئي نعم فيه كثير من الأمثلة نحن نقدر نتكلم عن بناء المستدام اللي أطلقتها مثلاً بلدية بوظبي فيه رموز حتى وضحت لنا إياها كثير من الدوار الحكومية عن طريق اللي هي التوعية والأرشاد منها اللي هي الكهرباء والماء وباقي المصادر البنية بما أننا وصلنا نحن على على مصدر ومصادر طبعاً في الأول الأخير زار الأمير تشارلز مصدر وأبدأ طبعاً امبهارة في الإشافة في دولة الإمارات عبر المتحدة خلنا نتكلم عن الاستدامة في دولة الإمارات شوي الاستدامة موضوعة هو دخل تغلغل في كل المؤسسات هيا بالضبط لأن اليوم نحن لو نطالع مثلاً الفكر الفكر ي من الاستراتيجية المنصوصة علينا الاستراتيجية نحن نتكلم عن استراتيجية حكومة بوضبي اللي هي خطة عشاني ثلاثين طبعاً خطة واضحة أيوة بناء مجتمع واعد واقتصاد مستدام نعم أكيد لما نتكلم عن الاقتصاد المستدام معنات أننا نحن لازم ندخل الاستدامة في كل شيء يخص للاقتصاد هذا الإستدامة هي أنك أنت تقدر تبني على الأصول الموجودة وأنك أنت تقدر تحافظ على الأصول الموجودة لفترات طويلة فلازم يكون عندك أسلوب عمل طبعاً وخطة واضحة يعني هي كلمة استدامة بنفسها تشرح الأمر بالكامل استدامة أن تبقى مستمر في هذه الحياة أن تستطيع أن تكمل مسارك في الحياة ولا يوقفك شيء ولذلك هذا الأمر جداً مهم لأنه يمس المستقبل ويمس الأجال القادمة نحن نشكرك محمد على دواجت معالاً ونتمنى لكم إن شاء الله دائماً التوفيق في برنامجكم وأيضاً فيما تقدمونه من خلال فرسال المراشة الله أمين